استاذ بدر انا ظلت بالي سالفة من زمان على ابن المعالي هذا الرادي اخذ السيارة بربعمية وخمسين الف دولار السيارة اشتراها الوليد بعده انا قلت هنه الخير ما ينسى سالفته بالي على الولد والله اشترا له بعده لا ما اشترا لان احنا تابعنا الموضوع الحقيقة اي لو حصلنا على الوثيقة انا قلت لك ارسلها اليك لكن تابعناها ما اشترا لان قال لهذه السيارة ما كامل المواصفات راد وحدة منها يوم سبعمية وخمسين الف دولار ما اشتراها شلون يعني ما الدكور ان ما كامل المواصفات طبعا يقول هاي سيارة عمية يريد هاي الفول بعد اكثر في اي بي لكن سبحان الله ما اشتراها لان احنا كنا متابعين يعني لجنة الامن والدفاع حتى توصلنا للمعرض وقلنا من يكلب العقد راح نصوره وندزه لكن ما اشتراها والحمد الله يعني ما اريد المعرض هنا وبره استان بدر لا المعرض موجود بشمال قريب كردستان قل لي هو هذا الوليد ابوه ينتل ها ينتل يعني ان شاءنا الايام القادمة اي وثائق طبعا تسيء التصرف او اي معلومات تسيء لشعب العراق يعني احنا اليوم للأسف في بعض المناطق نحتاج يعني رغيف الخبز وابناء المسؤولين الذين يحصلون على المال الحرام يقومون بهذه التصرفة طبعا يجب عادة النظر بكثير من الامور وهذا يأتي من خلال الانتقابات القادمة عندما يكون هناك تغيير وحكومة قوية ومجلس النواب قوي حتى نستطيع ابعاد الفاسدين نبعد المحاصصة يجب ان تكون قواتنا الامنية لا تقضع للأعزاب يجب ان يكون اختيار الشخص المناسب النزيف في المكان المناسب حتى يكون بناء قواتنا بناء صحيح اذا ابتعدنا عن هذا الاختيار اكيد رح تكون عندنا مؤسسة امنية رصينة وقوية اشكرك يعني انا في كلمة اخيرة اقولها لكل المشككين نشك بانفسنا ولا نشك بقواتنا لاننا جربناهم النائب عن لجدة الامن والدفاع النيابية السيد بدر زياد شكرا جزيلا المتحدث بسنطقيات العمليات المشتركة السيد اللواء تحسين الخفاج شكرا جزيلا لك وشكرا لكم مشاهدي قناة التغيير غدا ملفكم جديد وبرنامج من بغداد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة